العاصمة اليمنية صنعاء تعيش اوضاعا انسانية وصفها الكثير بالحرجة والخطيرة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الانقلاب والمخلوع الصالح بالمدنيين في ظل ترد الاوضاع الانسانية وغياب الخدمات الاساسية انتشار الامراض وغياب المنظمات الانسانية التي لم تعد تعمل بسبب تضييق الخناق من قبل الانقلابين تحولت العاصمة صنعاء الى تكانات عسكرية ونقاط تفتيش لابتزاز المرة واعتقالهم ونهب ممتلكاتهم الانفلات الامني في العاصمة يشهد ارتفاعا ملحوظا في ظل قلق المواطنين وتقييد حرياتهم المسلوبة ويقول مواطنون ان حالات النهب والسلب والسطو المسلح تزايدت في الاونة الاخيرة لتصل الى نسب كبيرة غير الكثير من سكان العاصمة صنعاء ان ميليشيا الانقلاب تحرم معارضيها الرافضين لها من صرف الرواتب التي انقطعت عنهم منذ اكثر من سبعة اشهر ضاربة بمعاناتهم عرض الحائط متناسين ان هؤلاء الموظفين لديهم التزامات واصبح ابناؤهم يتضررون جوعا وتزايدت فرض الاعتاوات التي تفرضها الميليشيا على اصحاب المحلات التجارية وضيقت الخناق عليهم ورحل الكثير من رجال المال والاعمال واغلقت العديد من المؤسسات التجارية بينما يعيش تحالف الانقلاب خلافات حادة تزايدت حدتها مؤخرا ويعد الصراع على الموارد واقتسام المناصب واكثر احتداما قد ساعي رقعة الخلاف كان اخرها اموال المؤسسة العامة للتأمينات الحكومية بعد قرار الميليشيا بتعيين رئيس جديد للهيئة من المواليين لها بديلا عن رئيسها الموالي للمخلوع الصالح واتهمت الحكومة الشرعية الطرفية الانقلاب بالسعر لنهب اموال التأمينات التي بلغت اكثر من 200 مليون دولار وارصدة النقدية في حسابة الهيئة في العاصمة صنعاء وتسخيرها لما يسمى بمجهودها الحربي